بريطانيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وتدعو إسرائيل لضبط النفس سلسلة غارة إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان واليونيفيل تنفي مغادرة جنود من قوات حفظ السلام بسبب الأوضاع هناك وكامالا هارس ستؤكد أن الأمريكيين مستعدون لطي صفحة رب وتتعهد بتجديد قواعد الهجرة أثالثة نساء بتوقيت القيارة الثانية عشرة بتوقيت جرامج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم العدوان الإسرائيلي على غزة يدخل يومه التاسع والعشرين بعد ثلاثمائة ولتزال المواجهات بالضفة الغربية المحتلة والغارات على شمال قطاع غزة مستمرة في ظل تعهدات بهدنات جزئية في القطاع يأتي ذلك في إطار أو جانب مخاوف من خطر انتشار مرض شرل الأطفال بسبب تدهور الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأساتا كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها السابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحميل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصارة أو تحقيق الأمن ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن اجتماع المجلس الوزري المصغر بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية وصراخا بين نتنياهو وجالانت وذكرت القناة الإسرائيلية أن جالانت هاجم نتنياهو وعارده حينما عرض الأخير خرائط محور فيلادلفيا واتهمه بفردها على الجيش الإسرائيلي وأضافت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن جالانت قدم في الاجتماع الأمنية الوزري لمحة عامة عن المفترق الاستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل وفي الإطار ذاته نقلت القناة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله أنه سائمة من الإحاطات وطرح مسألة محور فيلادلفيا للتصويت على الفور أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها الشديد إزاء العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة ودعت الحكومة البريطانية إسرائيل لضبط النفس والامتثال للقانون الدولي والتصدي بقوة لأفعال من يسعون إلى تأجيج التوتر مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة للتهديئة وخفض التصعيد في الأثناء أعلنت وكالة الأنروا أنها اضطرت لتعليق خدماتها في العديد من مخيمات الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية وأكدت وكالة الأنروا أن العملية الإسرائيلية تؤثر في عشرات الألاف من الأشخاص في أربع مخيمات للاجئين شمال الضفة الغربية مشيرة إلى استشهاد أكثر من 150 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي أكدت صحيفة الغاردين البريطانية أن إقدام إسرائيل على اقتحام الضفة الغربية مؤخرا يلحق الدرر بإسرائيل نفسها وبأطراف أخرى وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن حرب إسرائيل على قطاع غزة والتي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي شكلت انتهاكا صريحا لقواعد الحروب المعترف بها في نظام العالمي وهو الأسلوب الذي ما زالت تنتهجه إسرائيل في مناطق أخرى من الأراضي المحتلة وأكدت صحيفة الغاردين أن الموقف الإسرائيلي يعكس قصر نظر وسوء تقدير وأنه يجب على المجتمع الدولي العمل على التوصل لحل لوقف إراقة الدماء لفتة إلى أن فشل المجتمع الدولي في التوصل لهذا الاتفاق سوف يؤدي إلى فقدان الثقة في مصداقية الهيئات الدولية وللمزيد من المتابعة نضم إلينا هاتفيانا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية دكتور فارس نراحب بك في البداية ودعنا نستوضح الموقف الدولي الراهن وتحديدا الموقف البريطاني مما يدور من ممارسات إسرائيلية في الضفة الغربية وفي شمال قطاع غزة أهلا بحضرتك يا سيد موسيف وأهلا بالسادة مشاهدي سيد المصري طبعا موقف يدل على حجم الإجرام الإسرائيلي الذي يتم في البصة أو تحديدا في مخيمات شمال البصة الغربية سواء القرم أو جنين أو نور شمس باعتبار أن هذا يدل على أن ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية هو استهداف للقضية الفلسطينية برمتها وبأن البصة الغربية وما يحدث بها لا يقل عن ما يحدث في القطاع غزة باعتبار أن هناك تحرقات إسرائيلية واضحة للعمل على اتساع رقعة الصراع ولكن لم يكن ذلك في مصوحة الدولة العبرية بأي حال من الأحوال حتى قبل يوم 7 أكتوبر كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سواء سموتريتش أو بنغفير يتحركان وبشكل كبير للعمل على تقويد السلطة الفلسطينية وزير المالية الإسرائيلي قام باقتطاع ما لا يقل عن 140 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى قيام بنغفير لإقتياحات متكررة للمسجد الأقصى لمحاولة تهويده ومحاولة التغيير الزماني والمكان له وبالتالي المجتمع الدولي على رغم من أن موقف البريطاني هو موقف مساند لألا يكون هناك تحرقات في الدفة الغربية من قبل المستوطنين ولكنه على واقع الأرض لا يتناسب مع حجم الإجرام الإسرائيلي في الدفة الغربية أو في اقتراض بالنظر إلى مدار اليوم في اجتماع المجلس الوزاري المصغر من مشدة كلامية والصلاح بين نيتانياه وجلل كيف ترى الصورة الآن في ظل هذا التصاعد الخطير في الأحداث هناك على الأرض طبعا يعني هذا التلاسن أو التراشق أو حتى التصدع الذي يحدث في حكومة الإحتلال الإسرائيلي دالي القاطع على عدم وحدة القرار داخل دولة الإحتلال الإسرائيلي قصة أن ذلك يتزامن مع رغبة نيتانياه في تحقيق مصالحه الشخصية ورغبته أيضا في البقاء في محور فلاديلسي وهو ما يرفض وزير الدساع الإسرائيلي بشكل قاطع لأن هذا يعني يؤدي قولا واحدا إلى تكريس الإحتلال في قطع غزة وأيضا محاولة أن يكون هناك يعني نوع من أنواع المشاحلات مع الدولة المصرية وهذا ليس بجديد على نيتانياه هو الذي يرغب وبشكل كبير إلى إلهاء المجتمع الدولي عما يحدث فيه الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو ما يحدث في قطع غزة لمحاولة تكريس الإحتلال والعمل وبشكل كبير على تنفيذ مخططاته لإعادة بناء المستوطنات مرة أخرى في داخل القطاع وأيضا العمل على الضغط على السكان من خلال المستوطنين ومن خلال وزراء اليمين المتطرف اللي قام بتصليح المستوطنين في الضفة الغربية بحوالي 150 ألف بندقية ويسعى بكل قوة إلى تنفيذ مخططاته بعدما سيطر شكل قاطع على حوالي 340% من مساحة الضفة الغربية بالإضافة إلى الاستقام الرعوي كل هذا يؤكد على رغبات نتنياه والاستعي وبكل قوة إلى تنفيذ بنك الأهداف الغير معلنة وهو تصوية القدر الفلسطينية نعم الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول ارتفع عدد الشهداء إلى 23 شهيدا وأصيب أخرون جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته منذ فجر اليوم على أنحاء متفرقة في قطاع غزة وأعلنت السلطات الصحية في غزة أن عدد الشهداء وصل إلى 40 ألفا وستمائة واثنين شهيد منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وإصابة نحو 93 ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسين آخرين فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفطرقات ولا تستطيع تواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليه وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي وفي الحي الشرقي والبلدة القديمة من جنين فرضت قوات الاحتلال حظرا لتوال ومنعت الفلسطينيين من الخروج من منازلهم وتواصل قوات الاحتلال فرض حصر على مداخل المدينة مع تواجد كبير للأليات العسكرية على شارع جنين نابلس كما دهمت قوات الاحتلال عدة منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد في الحي الشرقي وأخضعت مواطنين لتحقيق ميداني واعتقلت عددا منهم أعلن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية تسليم مليون ومائتي ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال لغزة وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الحملة ضد شلل الأطفال ستبدأ في الأول من سبتمبر مشيرة إلى أن هناك أربعمائة ألف جرعة في الطريق إلى غزة في سياق أن متصل شددت الصحة العالمية على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية للسماح ببدء حملة لتلقيح ضد شلل الأطفال مستهل الشهر المقبل وحضرت الصحة العالمية من انتشار مرج شلل الأطفال في غزة مع تأكيد إصابة أحد الأطفال في دير البلح هدن إنسانية مؤقتة إذا ما صدقت قد تكون طوق النجاة لأطفال غزة الذي عاد شبح شلل الأطفال لينكأ جراحا متواصلة من العدوان الغاشم للاحتلال لأكثر من عشرة أشهر الصحة العالمية تحدثت عن سلسلة من الهدنات الإنسانية للسماح ببدء حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال مستهل الشهر وهو الأمر الذي أعلنت حركة حماس تأييده فيما أعلنت قوة الاحتلال في وقت سابق عن توقفات محدودة في مناطق معينة للسماح بعمليات إنسانية دولية وحسب المسؤول الأممي فإنه في حال نجحت المرحلة الأولى من التلقيح بموجب الاتفاق فإن الجرعة الثانية من اللقاح ستعطى خلال الأسبوع الأربعة التي تل المرحلة المذكورة وبعدما غاب 25 عاما عن الأراضي الفلسطينية تأكدت أول إصابة بشل الأطفال في غزة لدى طفل في شهره العاشر في دير البلح بعد رصد الفيروس في عينات من مياه جمعت في خان يونس ودير البلح ترجمة نانسي قنقر قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري باتكاه منفذ كرم أبو سالم يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه سكان القطاع من أزمات كارثية في الماء والكهرباء والغذاء جراء سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال بحق المدنيين الأمر الذي تسبب في تفقم الأوضاع وانتشار المجاعة والأوبئة في قطاع غزة المزيد والزمير رامي محمد مراسل التلفزون المصري بعد التحية في هذه المتبعة لتدعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نرصد مشهد المساعدات الإنسانية حيث نرى الآن من خلف من المنطقة اللوجستية بالقرب من مطار العريش ما زال استفاف الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية بامتداد الطرق من مدينة العريش إلى مدينة رفح بانتظار انتهاء الإجراءات التعصفية والتشددية التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه هذه المساعدات حيث لم يستقبل معبر رفح على مدار اليوم أي من المساعدات الإنسانية وأي من الشاحنات سواء التي تحمل مساعدات إغاثية وغذائية وطبية أو حتى المشتقات البترولية وذلك يؤكد على اتباع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من السياسات منها تجويع القطاع بتقليل ورفض وإغلاق المنافذ أمام المساعدات الإنسانية وبالتالي الموت البطي وتعرض الكثير من أفراد والمواطنين داخل قطاع غزة إلى الخطر والموت عن طريق نقص المساعدات من الوقود والمياه والغذاء والأدوات الطبية وغير ذلك أيضا من المساعدات الإنسانية أو من خلال استمرار القصف العنيف والمكثف في أماكن متفرقة من القطاع وتعرض الكثير من أهالي القطاع إلى الاستشهاد والموت جراء هذا القصف نتحدث عن استمرار لاستفاف أكثر من 1260 شاحنة بانتداد الطرق من المنطقة اللوجستية بالقرب من مطار العريش إلى مدينة رفح هذا هو المشهد الإنساني وعودة إليكم تجددت غارة الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان حيث أطلقت قوات الاحتلال القنابل الحارقة على أطراف بلدتي النقورة وعلم الشعب وشنت طائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة بلدات جنوب لبنان بتزامن مع تحليق طيران الاستطلاعي والحربي وخرق جدار الصوت في الأجواء اللبنانية نفت نائبة المتحدث باسم اليونفل كاندس أرديل مغادرة جنود من قوات حفظ السلام لبنان وذلك خوفا من العمليات العسكرية في الجنوب وأضافت متحدثة اليونفل أن الجنود ما زالوا في مواقعهم ويتابعون القيامة بمهامهم التي حددها مجلس الأمن لدعم الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية مشيرة إلى نقل بعض الموظفين المدنيين والمتطوعين خارج منطقة العمليات في مكان آمن خشية من تصاعد الأوضاع وأضافت أنه يتم مراقبة الأوضاع وتسير الدوريات مع الجيش اللبناني من أجل رصد أي خروقات وإبلاغ مجلس الأمن بها والتأكد من عمل الطرفين معا من أجل إعادة الاستقرار في المنطقة أعلنت مهمة لتحاد الأوروبية بالبحر الأحمر أسبدس أنه لم يتم رصد أي تصرب نفطي من ناقلة سونيون التابعة لليونان والتي تعرضت لهجمات من قوات الحوثي هذا وقد نفت قوات الحوثي هجمات أو نفذت هجمات متعددة تشمل زرع قنابل على ناقلة سونيون المعطلة بالفعل والتي يبلغ طولها نحو 274 مترا وتحمل حوالي مليون برميل من النفط يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه عمليات الإنقاذ في وقت لا تزال فيه النيران مشتعلة على سطح السفينة وتعاهدت أسبدس بتسهيل أي عمليات بالتنصيق مع السلطات الأوروبية والدول المجاورة لتجنب أزمة بيئية كارثية وإنقاذ النقلة تسبب انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان في تفاقم معاناة السودانيين الذين يعانون منذ أكثر من عام وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 300 ألف شخص إجمالا تأثروا بالفيضانات التي أدت إلى تفشي مرض الكوليرا الماء سر الحياة ولكنه قد يكون بابا لوأدها في الوقت ذاته وزادت مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة من الضمار الذي لحق بالسودان الذي يمزقه بالفعل لقتال عنيف منذ أكثر من عام زي ما شايفين أضرار السيول والعمطار والفيضانات وخربت خراب شديد البيوت يعني معظم قرية بيوتها وانهارت والناس يعني نعمين في الشارع والأحوال سيئة شديد والسي نحنا بنعمل لنا في مأوة للأسرة من مخلفات يعني البيت وقع زي ما شايفين دين مواسير مخلفات السقف وعادت ونعمل لهم مأوة كده لحد ما ربنا يفرجه وإن شاء الله نريد وتسببت الكارثة الطبعية في دمار طال حتى مساحات لم يصل إليها القتال إلى حد كبير ويعاني الفرون من ويلات القتال من تهدم البيوت التي لجأوا إليها ووفقا لبنمج الأغذية العالمية الحقت الأمطار أضرارا بمخيمات النزحين وتسببت في تأخر وصول المساعدات الحيوية لملايين الأشخاص الذين يهددهم الجوع الشديد في الدرور بعد شوية الموية بيقت زايدة شوية شوية نحن بنعاين بيوت بتقع بيوت بتقع حيطان بتقع فبس الحمد لله اكتشفنا إنه إحنا في حتتنا ديك ما حنشوف كلها المنطقة شوية شوية كل مرة بنسمع إنه والله الحتة الفلانية وجعت الحية الساب ما أعرف ما أفضل فيه بيت كده وأنا حاليا نواقفة ده بيت جدي أنا زي ما قلت لهم جيت نازحة ده البيت المين وأنا صغيرة بي بنزل فيه حافظة وحافظة تفاصيل وانهار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان ما يهدد إمدادات المياه العذبة لمدينة بورت سودان التي باتت ملاذا آمنا نسبيا لوكالات الإغاثة ومئات الألاف من النزحين وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من ثلاثمائة ألف شخص إجمالا تأثروا بالفيضانات التي أدت إلى تفشي مرض الكوليرا للعام الثاني على التوالي حيث تم الإبلاغ عن 1351 حالة إصابة كحصيلة أولية حتى الآن ما بين جائع ومريض وخائف تترقب الأنظار أن يهدأ غضب الطبيعة ويتوقف صوت البنادق ليعود السودان إلى سابق عهده أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية عن إصابة تسعة أشخاص في منطقة سومي جراء هجمات شنتها روسيا ألحقت أضرارا جسيمة وكشفت السلطات الأوكرانية أن الهجمات أسفرت عن اندلاع حريق بمنشأة صناعية في المنطقة مطالبة السكان بالبقاء داخل المنازل لأغلاق النوافذ ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 12 من أصل 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم وقع خلال الليل يأتي ذلك بتزامن مع استمرار هجوم أوكرانيا على إقليم كورسك الروسي وتقدم موسكو على عدة مدن شرق أوكرانيا لا يزال التصعيد المتبادل بين روسيا وأوكرانيا مستمرا فمع هجوم أوكرانيا على إقليم كورسك الروسي تتقدم موسكو على عدة مدن شرق أوكرانيا لتتحمل كييف تبعات مغامرة الهجوم على الإقليم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أعلنت تسجيل 156 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع تزايد أنشطة القوات الروسية في قطاع بوكروفيسك وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت نحو 12 طائرة مسيرة من أصل 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أعلن تجاوز كل الخطوط الحمراء الروسية داعيا الحلفاء إلى تزويد كييف بالصواريخ ورفع القيود المفروضة على ضرب أهداف عسكرية في العمق الروسي يأتي هذا مع إعلان أوكرانيا عن تحطم إحدى مقاتلات F-16 ومقتل قائدها وذلك بعد إبعاء من استلامها من الولايات المتحدة وعلى الرغم من أن الحادثة وقع أثناء وابل صاروخي روسي ضخم ضرب أهدافا في أوكرانيا إلا أن التقارير الأخيرة أوضحت أن تحطم المقاتلة كان خطأا من الطيار ووسط تحفظات واشنطن على فكرة ضرب العمق الروسي بصواريخ غربية أعطت بريطانيا الضوء الأخضر لكييف لاستخدام صواريخ ستور مشادو لضرب موسكو لكنها لن تكشف علنا عن هذه الخطوة خوفا من أنها قد تثير خلافا مع الولايات المتحدة حيث لم تقدم مملكة المتحدة طلبا رسميا للولايات المتحدة لاستخدام أوكرانيا للصواريخ داخل روسيا وفي رد من الولايات المتحدة صرح به مصدر في البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها مخاوف من أن استخدام صواريخ ستور مشادو حتى من دون موافقة الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تصعيد الأمور ويتسبب في جر القوات الأمريكية إلى الصراع قالت المرشحة الديمقراطية لرئاسة الأمريكية كاميلة هاريس أنه من الضرورية توصل الاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين وفي مقابلة على شبكة سي أن أن أضافت نائبة الرئيس الأمريكي أنها لن تحجب الأسلحة عن إسرائيل وشددت هاريس على أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لطي صفحة دونالد ترامب وذلك في أول مقابلة تجريها بصفتها مرشحة الديمقراطيين لخوض الصباق إلى البيت الأبيض وتعهدت هاريس باتباع نهج أكثر صراوة تجاه الهجرة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية مع المكسيك اهتمام كبير ومتابعة استثنائية تحظى بها الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل وسط منافسة شرسة بين المرشحين كاميلا هاريس ودونالد ترامب ففي أحدث التطورات شددت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس على أن الولايات المتحدة مستعدة لطي صفحة دونالد ترامب وذلك خلال أول مقابلة تجريها بصفتها مرشحة الديمقراطيين لخوض الصباق إلى البيت الأبيض المقابلة التي أجريت مع شبكة سي أن أن جاءت على هامش جولة انتخابية لهاريس في جورجيا التي تعد لولايات الرئيسية جنوبية البلاد واتهمت هاريس الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بأنه تسبب في انقسام الأمة الأمريكية مشيرة إلى أن الأمريكيين مستعدون لطي هذه الصفحة ورأت المرشحة الديمقراطية أنه سيكون أمرا جيدا للشعب الأمريكي إذا كان هناك وزير جمهوري في إدارتها إذا فازت في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل وفيما يتعلق بالهجرة قالت هاريس إنه يجب أن تكون هناك عواقب على الأشخاص الذين يدخلون لولايات المتحدة بشكل غير قانوني وتعهدت باتباع نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة على طول الحدود الجنوبية لولايات المتحدة مع المكسيك المقابلة تطرقت كذلك للعديد من القضايا الحساسة سياسيا حيث قررت هاريس دعمها لما وصفته بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مؤكدة أنها لن تعلق تسليم الأسلحة الأمريكية لإسرائيل في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية كما دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق صراح المحتجزين وأكدت أن الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا ومنذ أن أصبحت مرشحة للحزب الديمقراطي للرئاسة الشهر الماضي ارتفعت شعبية هاريس في استطلاعات الرأي وحصلت على مئات الملايين من الدولارات في تبرعات لحملتها لكن المنافسة مع ترامب لا تزال شرسة خصوصا في بعض الولايات التي قد تكون حاسمة تسببت أمطار غزيرة ورياح عاصفة في إغلاق المدارس في كراتشي بباكستان وتوقع مكتب الأرصاد المحلي في باكستان أن تشتد قوة المنخفض الجوي الموجود قبال ترانكوتش في ولاية جوجرات الهندية ليتحول إلى عاصفة إعصارية مرجحا أنه سيتحرك باتجاه الشمال الغربي فوق بحر العرب خلال اليومين المقبلين لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية وسبعين آخرون جراء إعصار شانشان الذي تسبب فيه طول أمطار غزيرة على أجزاء كبيرة من اليابان وحضرت السلطات اليابانية من حدوث سيول وانهيارات أرضية على بعد مئات الأميال من مركز العاصفة كما توقف العديد من الخدمات خدمات النقل وتم إغلاق المصانع وذكرت شركة كيوشو للتقط الكهربائية أن الكهرباء انقطعت عن نحو 125 ألف منزل في سبع مناطق في كيوشو يأتي ذلك وسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية باقتراب العاصفة من المناطق الوسطى والشرقية بما في ذلك توكيو خلال مطلع الأسبوع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة تختتم اليوم فعليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي شهدت حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية التي تم استكمالها طوال فطرة المهرجان هذا وشهدت مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد رانيا المشاط إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في الاجتماع السنوي تاسع لمجلس محافظي البنك الذي يعقد تحت عنوان الاستثمار في مستقبل مستدام خلال الفترة من الثامن والعشرين حتى الحادي وثلاثين من أغسطس الجاري بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا وتستهدف الاجتماعات السنوية للبنك مناقشة تمويل بنك التنمية الجديد للبنية الأساسية والمشروعات المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ومن المقرر أن يكتمع القادة وصناع القرار ورجال الأعمال لمناقشة كيفية تعزيز الاستثمار من أجل مستقبل مستدام ويتضمن البرنامج عروضا تقديمية حول الأنظمة المالية المتطورة للتنمية المستدامة وأفاق الاستثمار المستدام من خلال المبادرات التي تعمل على مناقشة القضايا الاجتماعية والبيئية العاجلة وأفضل الممارسات في تنمية محركات جديدة للنمو المستدام شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة سيمينز للصناعات بشأن تطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر وأكد الوزير أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين مختلف الصناعات في مصر وتعد خطوة همى لتطوير وتوطين التصنيع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والتي تشمل لوحات كهربائية للجهد المتوسط ولوحات التوزيع الكهربائية وقواطع الدائرة الكهربائية للجهد المنخفض لافتاً إلا أن هذا الاتفاق يسهم في رفع القدرات الصناعية في مصر في هذا المجال وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا شهد نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمتر الأنفاق القاهرة الكبرى وأوضح الوزير أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل بالخط الأول لضمان جودة واستمرارية الخدمة التي يتم تقديمها والحفاظ على الأصول وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وتقليل زمن التقاطر من جانبه أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته البالغة بتوقيع هذا العقد مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الفرنسية ومشيداً بما يتحقق على أرض مصر من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء حيث قال عبدالغفار إن صناعة الدواء في مصر حققوا نجاحات عديدة في أوقات شهد فيها العالم أزمات طاحنة وعلى رأس هذه النجاحات ما تحقق خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة حيث تمكنت شركات الدواء المحلية من سد احتياج الدولة المصرية من أدوية علاج فيروسي حتى تحقق الحلم بحصول مصر على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية في السيطرة على هذا المرض الذي ظل متوطنا في مصر لعشرات السنين ومن جانبه أكد الفريق كامل الوزير أهمية حصول المريض على الدواء السليم المطابق لمعايير منظومة الصناعات الدوائية المحلية والعالمية والتي تمس بصفة مباشرة صحة المواطن وعودة لفعليات مهرجان العالمين الجديدة في يومه الأخير ينضم إلينا من هناك الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري تحية لك محمود دعنا في المشهد لديك برحب بيكم مجددا من مدينة العالمين الجديدة اليوم الأخير في النسخة الثانية النسخة الأقوى والأكبر في الفعاليات وأيضا جذب عدد كبير من السائحين ورواد مهرجان العالمين الجديدة وربما كما كانت البداية قوية أيضا الختام اليوم هو الأقوى بوجود عدد من الفعاليات المختلفة ستبدأ هذه الفعاليات بالفعاليات الرياضية وبعض مباريات كرة السلة في المنطقة الترفيهية وحفل فني صغير في المنطقة الترفيهية بالإضافة أيضا إلى وجود فرق الفنون الشعبية والتراثية والطنورة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وهذا البرنامج الفني الذي يتم تنفيذه منذ بداية هذا المهرجان أما الختام الأقوى سيكون مع حفلة ويكز التي ستكون في منطقة اليو أرينا وربما نتابع هذه الاستعدادات في اليو أرينا من حيث المسرح وأيضا أعمال الإضاءة والصوت وأيضا تجهيز بوابات الدخول والمساحات المخصصة أيضا لوجود وقوف السيارات لأن هذه المنطقة التي تم تخصصها تستوعب أكبر عدد من الجمهور الذي يكون في هذه الحفلات ومن المتوقع أن يكون هناك عدد كبير لهذه الحفلة لأن هناك عدد كبير ينتظر وجود ويكز في مدينة العالمين الجديدة خاصة بعد غيابه لفترة طويلة فيما يتعلق بإقامة الحفلات لكن ستكون هذه الحفلة هي الحفلة الأولى له منذ وقت طويل في مدينة العالمين الجديدة وضمن فعليات مهرجان العالمين هذا المهرجان أيضا البداية القوية التي كانت وبعدد كبير من الفعاليات المختلفة وربما كنا نتابع هذه الفعاليات بالأمس فيما يتعلق بالعروض الجوية التي أقبتها القوات الجوية المصرية في سماء مدينة العالمين الجديدة ببعض الاستعراضات المختلفة التي لاقت ترحيبا كبيرا من الجمهور المتواجد في مدينة العالمين الجديدة ومنذ بداية هذا المهرجان ونحن نرى نسبة لإقبال من الزائرين ومن السائحين أيضا من مختلف دول العالم على مدينة العالمين الجديدة والاستمتاع بكل الفعاليات المختلفة سواء كانت الفعاليات المخصصة للأطفال أو حتى الفعاليات الرياضية المتنوعة التي استطاعت أن يكون بها عدد كبير من الفعاليات خاصة مباريات كرة القدم الخاصة بأسطير كرة القدم وبعض البطولات ونتحدث تحديدا عن بطولة الجودو التي استضافها مهرجان العالمين الجديدة للعام الثاني على التوالي وكانت بحضور عشر دول عربية مختلفة بإجمال خمسمائة لاعب ولعبة وكان هناك استعدادات تتم على قدم وساق لاستضافة هذه البطولة العربية والإشادة بما يتم في مدينة العالمين الجديدة من حيث التطور العمراني والسياحي فاستطاع مهرجان العالمين أن يقدم رسالة كبيرة عن إحدى أهم المدن السياحية الموجودة في مصر وهي مدينة العالمين الجديدة وربما أيضا كنا نتابع التنوع المختلف في الفعاليات الفنية سواء كانت بالحفلات التي يتم إطلاقها في اليو أرينا أو حتى الحفلات الفنية التابعة لوزارة الثقافة الموجودة في المصرح الروماني بالمدينة التراثية وكان هناك تعاون كبير جدا بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمؤسسات المختلفة لجذب كل الفئات وكل الأعمار وهذه هي السمع المميزة للنسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة أو للمهرجان بشكل عام منذ بدايتي في النسخة الأولى وهو جذب كل الفئات المختلفة من خلال إتاحة بعض الخدمات كوسائل المواصلات الموجودة داخل مدينة العالمين الجديدة أو حتى المنطقة الترفيهية التي تسمح بدخول كل الفئات وكل الأعمار للاستمتاع بكل الفعاليات المختلفة وربما كنا نرى الفعاليات الخاصة بالأطفال من خلال مهرجان نبتة وبعض الأنشطة الرياضية الخاصة بالأطفال الموجودة في المنطقة الترفيهية وكنا نرى أيضا وجود العدد كبير من المبادرات والأجنحة المختلفة التابعة لعدد من المؤسسات والوزرات لتقديم خدماتها ضمن مهرجان العالمين الجديدة أخيرا سأختم بما قاله رئيس الوزراء بالأمس بأن مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تصمت في كل الظروف المحيطة في المنطقة وتجذب أكبر عدد من السائحين ويكون هناك حركة كبيرة للسياحة ونحن نتحدث عن السياحة إذن نتحدث عن مدينة العالمين الجديدة إحدى أهم المدن التي تجذب أكبر عدد من السائحين والزائرين وربما سنتابع معكم على مدار اليوم الفعاليات المختلفة حتى ختم مهرجان العالمين الجديدة بحفلة ويكز في منطقة اليو آرينة هذه هي الصورة وأعود إليكم في الستوديو مرة أخرى شكرا جزيلا لك محمود جميل مرسل تلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدى فترة استفاء نموذج إبداء الرغبة للالتحاق بالدفعة الثانية لبرنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى السابع من سبتمبر 2024 حرصا على إتاحة الفرصة أمام الراغبين في الالتحاق بالبرنامج ويهدف برنامج رواد وعلماء مصر إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي من خلال توفير منح دراسية لبرامج الماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية واجه وزير الكهرباء محمود عسمد بمنح الشركات فترة زمنية إضافية للتسجيل لدى جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يأتي ذلك لدعم ومساندس القطاع الخاص وزيادة مشاركته في إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من جانبه قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مدى الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر إضافية على أن يكون يوم الثلاثين من نوفمبر من عام الفين أربعة وعشرين آخر موعد لتلقي الطلبات بدلا من الموعد السابق الذي كان ينتهي بنهاية أغسطس الجاري أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بدأ تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بنقل الأصول العلاجية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل السويس وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية والأقصر وخلال الاجتماع اطلع مجلس إدارة الهيئة على إنجازات المجلس الاستشاري الطبي للهيئة خلال فترة عمله وثمن مجلس الإدارة جهود المجلس الاستشاري في إصدار أدلة العمل وضبط الممارسات الإكلينيكية وتحديد معايير اختيار القيادات في المنشآت الصحية وتشكيل اللجان المتخصصة كما وافق المجلس على مد فترة عمل المجلس الاستشاري لفترة ثانية جديدة تفقدت نائبة وزير الصحة والسكان عبل الألف وحدة طب أسرة ميت العامل بمركز آجا بمحافظة الدقهلية يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة المرور الميداني على المنشآت الطبية بالمحافظات وأشددت الألف على ضرورة المراجعة الدقيقة للسجلات المرضى لرصد المشكلات الصحية مبكرا أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن توجهات الرئيس السيسي تؤكد على تطوير أراضي الساحل الشمالي والاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد التي يتمتع بها وخلال متابعته موقف المشروعات التنموية الجاري والمخطط تنفيذها بأراضي إقليم الساحل الشمالي الغربي وجه وزير الإسكان بتشكيل لجنة تختص بمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إقليم الساحل الشمالي الغربي طبقا للمخطط تابع وزير الموارد المائية والري هاني سويلا منظومة الري والصرف ومحطات الرفع بزمان منطقة قلبشو وزيان بمحافظة الدقاهلية ووجه الوزير أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة البيئة لمتابعة تطبيق معالجة الصرف الصحي والصناعي للمنطقة الصناعية بمدينة المنصورة الجديدة وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان وحيئة تنمية الصناعة بوزارة الصناعة وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان لدراسة تغطية مجروض طرد محطة الرفع قال أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن بناء الإنسان هو أحد المحاور الأربعة التي نعمل عليها وهي البداية الحقيقية لتجديد حقيقي للخطاب الديني والاجتماع كافة مكونات المؤسسة الدينية تحت راية الأزهر بسم الله الرحمن الرحيم بناء الإنسان هو بداية بناء الوطن وبناء الإنسان مهمة متكاملة لا بد فيها من بناء الإنسان في جانبه القيم والأخلاقي ولا بد فيها من بناء الإنسان في جانبه الجسد بتوفير الصحة الجيدة ولا بد فيها من بناء الإنسان في جانبه العقل والعلم والمعرف من خلال التعليم الجيد صناعة كبيرة ومهمة مقدسة تتضافر فيها كافة قوى الوطن من أجل بناء الإنسان بداية جديدة مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية وبناء الإنسان بداية مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية تتميز قرية عتس التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ بإنتاج أول صنف مبكر للأرز جيزة 183 والذي يتحمل التغيرات الملاخية في مقدمتها الملوحة ونقص المياه ودرجات الحرارة المرتفعة ليعطي إنتاجية من 4.5 إلى 5 أطنان للفدان تحمل قرية عتس التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ الخير الوفيل لملايين المواطنين بعد أن نالت شرف حصاد أول صنف مبكر للأرز جيزة 183 الذي يتميز بأنه متحمل للتغيرات الملاخية وفي مقدمتها الملوحة ونقص المياه ودرجات الحرارة المرتفعة ليعطي إنتاجية من 4.5 إلى 5 أطنان للفدان الواحد النهاردة عندنا احتفالية بحصاد أحدث أصناف قسم حصر الأرز صنف جيزة 183 ده بيعتبر هدية لشعب مصر ووزارة الزراعة والقيالة السياسية في مصر الصنف ده بتحمل ظروف درجة الحرارة العالية بتحمل نسبة الملوحة العالية في الأراضي بتحمل طول فضلات الرأي ونقص المياه الهدف من هذا الصنف أنه صنف مبكر مقارنة بالأصناف الأديمة جيزة 171 وجيزة 172 كانت بتاخد فترة حوالي 160 يوم من الزراع للحصاد دورة كاملة مثمرة خاضها محصول الأرز كأهم سلعة استراتيجية يعتمد عليها المصريون في تلبية احتياجاتهم من الغذاء تبدأ ب120 يوما مدة الزراعة شتل المنطدم و110 أيام تحت ظروف الزراعة المباشرة وما يطلق عليه التصطير والبضار وتم زراعة الأرز في عدد من المناطق بالحقول الإرشادية لدى المزارعين الصنف ممتاز في صفات الجودة بتاعته وصفات الحبوب والصفات الخاصة بالمقاومة للأمراض والمقاومة للحشرات الصنف ده زي ما احنا شايفين البزور بتاعته والحبوب بتاعته ممتازة صفات جودة عالية اللون بتاع الحبوب ممتاز مفيش أي تلونات مفيش أي مشاكل على الحباية احنا عندنا طبعا الصنف جيزة 183 ده بديل إن شاء الله للـ 178 بيعتبر 178 وزن ألف حبة فيه مخافض والـ 188 وزن ألف حبة فيه عالي جداً يصل 27 جرام علىه طبعا احنا بنوفر حوالي 10 تيم 10 تيم ده معناه احنا بتكلم فريتين ريتين معناه احنا بنوفر حوالي 400 متر مكعب مية ده معناها أن احنا بنرفع كفاية استخدام المياه في الروز يعني عندنا واحد كيلو روز النهاردة بواحد متر مكعب أو واحد واثنين متر مكعب مية احتلت محافظة كفر الشيخ المركز الثاني في انتاجية محصول الأرز الشعير على مستوى الجمهورية كونها محافظة زراعية من الطراز الأول بثارق ضئيل عن محافظة الغربية وقد اشتهرت بزراعة محصول الأرز منذ عشرات السنين لتبلغ المساحة المزروعة العام الماضي نحو 338 ألف فدان وصل انتاج الفدان الواحد لبعض أصناف الأرز من أربعة وحتى خمسة أطنان للأرز رفيع الحبة وهي ما تعد انتاجية ممتازة للغاية حيث بلغ اجمالي نطاق المحافظة بنحو مليون ومئتين وخمسين ألف طن لما تتمتع به حقول كفر الشيخ من جودة الطربة وحداثة الأراضي للزراعة وهو ما يعطيها أفضلية كبيرة من حيث الانتاجية لكل فدان من الأرز انطلقت فعليات سباق للهيجن على أرضية ميدان السباقات غرب مدينة العريش بشمال سيناء يأتي ذلك في إطار سباقات شهرية ينظمها الاتحاد المصري للسباقات الهيجن لدعم وتنشيط هذه الرياضة التراثية في إطار سباقات شهرية ننظمها الاتحاد المصري لسباقات الهجن لدعم وتنشيط هذه الرياضة التراثية انطلقت فعاليات سباق الهجن على أرضية ميدان السباقات غرب مدينة العريش بشمال سيناء احنا بصدد ان احنا بنعمل بروفا على المهرجان الكبير اللي هيتم ان شاء الله في خلال شهر اكتوبر وجاين نحضر زي بروفا كده ونقعد برضو مع بعض نشوف ايه اللي احنا ممكن نخطط له ايه اللي احنا ممكن ننمي به هذا المهرجان طبعا رياضة الهجن هي مش مقتصرة على هذا المكان فقط احنا بيجينا ناس من الداخل سواء من مطروح او من جنوب سيناء في دول عربية تشترك معنا بمشاركة نحو 250 هجانا من ابناء سيناء شهد سباق الهجن تفاعلا كبيرا بين الهجانة الذين توافدوا على الميدان للتنافس على المراكز الاولى الرياضة الهجن هي اقدم رياضة في التاريخ قبل الاسلام وموروث شعبي يتوارثوه الاجيال جيل عن جيل والحمد لله تطور كبير بدعم فخانة الرئيس لهذه الرياضة وان شاء الله القادم افضل وان شاء الله يعني العريش هي افضل قبلة محبيرات الهجن مكانها الرائع ومناخ الطيب سباقات الهجن تنطلق بانتظام في الميدان المجهزة على مستوى مصر ويعد ميدان السباق بالعريش من الميدان الرئيسية الياذبة للهجانة من جميع المحافظات انتهت اخبارنا وبقيت تذكير بالعنوى بريطانيا تعرب عن قلقها البالغ ازاء العملية العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية وتدعو اسرائيل لضبط النفس سلسلة غارات اسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان واليونفل تنفي مغادرة جنود من قوات حفظ السلام بسبب الاوضاع هناك كاميلا هاريس تؤكد ان الامريكيين مستعدون لطي صفحة ترامب وتتعهد بتجديد قواعد الهجرة نهاية نشرة الثالثة قدمناها لكم من التلفزيون المصري شكرا طيب المتابعة وادمتم في امان الله اشتركوا في القناة